أكد محافظ الشرقية ممضوح غراب أن مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا لما له من طبع تراثي وتاريخي وديني يحمل الخير لمصر ووضعها على خريطة السياحة العالمية وخلال احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض الشرقية قال محافظ الشرقية إن المحافظة حظيت باستضافة العائلة المقدسة لمدة ثلاث سنوات وأحد عشر شهرا وشعرت فيهم العائلة بالأمن والأمان فمصر هي الملجأ والملاذ لكل من قصدها من جانبه وجه المنصق الوطني لمسار العائلة المقدسة عدل الجندي تحية احترام وتقدير سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجهاته للحكومة بإحياء مشروع مسار العائلة المقدسة على أرض مصر فهو يمثل محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة لأنها ضعيفة لأنها ضعيفة لأنها تستحيل السمكة لأنها تفيلسوف عشر لأي يطفين دخول العائلة المقدسة لمنطقة الشرقية تحديدا والاحتفال بيها ده بيدي دافع مهم جدا جدا أن توضع محافظة الشرقية على خريطة السياحة ده أول مرة بقى العالمية معنى أن توضع أي محافظة يمر بها مصار العائلة المقدسة على خريطة السياحة هي انتقلت من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي العالم اليوم كله بيشاهد هذه الاحتفالات التي تقومها مصر المشروع مشروع قومي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأنا فيه من سنوات طويلة هذا العام بنشر افتتاحه واطلاقه وإن شاء الله ده هيكون دافع مهم جدا للاكتذاب أكبر عدد من السياحة اشتركوا في القناة